موسيقى قوات سوريا الديمقراطية تهاجم آخر مواقع لداع الشرق سوريا في الذكرى السابع عشر لهجمات سبتمبر صور رعب رسخة في الذاكرة وفي ألمانيا أطفال ينتفضون ضد آبائهم إلعبا معي وليس بهواتفكم الذكية موسيقى مساء الخير أهلا بكم مشاهدين إلى برنامجكم استيديو الآن حلقة جديدة أقدمها لكم مباشرة من استيديوهاتنا في دبي أطلقت قوات سوريا الديمقراطية وبدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن هجوما واسعا أمس على بلدة هجين ومحيطها هي آخر جيب يحتله تنظيم داعش في محافظة دير الزور الحدودية مع العراق مصدر قيادي في قوات سوريا الديمقراطية قال إن طائرات تحالف الدولي تنفذ قصفا مستمرا على البلدة من جهته وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان قتل 17 مسلحا على الأقل من التنظيم في الغارات التي جاءت بعد أسابيع من إرسال قوات سوريا الديمقراطية مقاتلين وتجهيزات إلى خطوط التمس فإننا لن نألو جهدا لبذل كل ما يمكننا فيما يتعلق بالتزاماتنا الإنسانية حيث قامت قواتنا بتوفير معبر إنساني لإجلاء المدنيين بمحاذاة بلدة البحرة وقامت فرقنا المتخصصة بتجهيز مقيم إيواء عاجل لتقديم القدمات اللوجستية والطبية للنازحين المعلومات الاستخباراتية لدى جهاز قوات سوريا الديمقراطية يقول يوجد أقراب ثلاثة ألف مقاتل الذين جمعوا من جميع أنحاء سوريا في هذا الجيب وهم محشودين هناك يوجد نسبة مقاتلين أجانب كبيرة ليست سقيرة بين هؤلاء المقاتلين الثلاثة ألف معي حول هذا الموضوع بسكايب من عين عيسى كينو كبريل الناطق الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية مساء الخير أهلا بك معنا سيد كينو أعلنتم بأنه تتوقعون معارك شريسة جدا مع وجود تحصينات عديدة لداعش في هذه المنطقة ما آخر هذه المعارك بداية مساء الخير طبعا العمليات العسكرية تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية في إطار المرحلة الأخيرة من حمد عصفة الجزيرة وبيسم معارك البحر الإرهاب انطلقت البارحة مساء وهي مستمرة خلال هذا الوقت بنتكلم فيه طبعا لحد الآن ليس هناك تقدم كبير من قبل قواتنا هو تمركز في النقاط الموجودة وتقدمات أو من عدة محاور باتجاه بلدة هاجين والقرى الموجودة في ريفها على نهر الفرات وعلى هذا الانتات هناك عمليات تم القيام بها البايحة بشكل خاص من خلال عمليات التسلل والنقل السيطرة على مزرع أو مزرعتين موجودتين في إطار أو في محيط بلدة قرية باكورس طيب بالنسبة لتفاصيل ما يحدث يعني كيف اختلف المشهد بالداخل عن ساعات قليلة قبل بداية هذه المعركة التي أعلنتموها طبعا مع التحالف الدولي قبل بدايتها وهذه المعركة الحاسمة كيف اختلف المشهد إلى أي درجة نتحدث عن تحصينات تعزيزات بالداخل مظاهر معينة عمليات هروب طبعا لحد الآن وفي هذه الساعات من المعركة لا يوجد الكثير من التغيرات هناك مقاومة قوية من قبل تنظيم داعش للهاضي وهو أمر كنا نتوقعه منذ الرداية يكون عدد كبير من مقاتلي داعش لا يزالوا محاصرين في تلك المنطقة ولا يوجد أمامهم مهرب سوى المقامة وهو ما كنا نعتقد أنهم سيقومون به على هذا الأساس نحن قمنا بالتحصينات والتحضير خلال الفترة الماضية من عمض حملة عاصفة الجزيرة من أجل التحضير لهذه المعركة الأخيرة لمنح حصول أي تسللات أو تجاوزات من قبل تنظيم داعش الإرهابي بالنسبة للمدنيين طبعا هناك معاضر آمنة تم وضعها بالحسبان لأجل خروج المدنيين وتحضير أيضا لمخيم بإمكاناته وتجهيزاته اللازمة باستقبال النازحين والفارين من المعارك الموجودة في الجيب الأخير لداعش في حارة خروجهم والتجاههم إلى قواتنا لتقديم الإمكانيات والمساعدات اللازمة لهم الممرات الآمنة أصبحت جاهزة أم تقول بأنه تنسقون لأجلها وفي الحسبان قلت لا لا الممرات الآمنة هي جاهزة ولكن ننتظر من المدنيين الموجودين في المناطق التي سيطر عليها داعش والخروج من خلال هذه الممرات كونها الأمثل للمدنيين للخروج منها ولكن لا نتوقع في هذه المرحلة الأولى من العملية خروج عدد كبير من المدنيين كون المنطقة يوجد فيها عدد كبير من مقاتلي داعش وليست الحركة بسيطة سواء بالنسبة للمدنيين أو بالنسبة لمقاتلي داعش طبعا نتحدث عن هجومين في بري وفي جو سيد كينو إلى أي درجة تتوقعون شراسة بالمعارك البرية مع داعش وكيف قيمتم أداء بهذه المعركة الأخيرة منذ بدايتها هل ثمت ما فجأكم كان غير التوقعات وفق المؤشرات التي كانت لديكم طبعا لحد الآن لا يوجد شيء مختلف عن التوقعات التي وضعناها خلال المعركة الحالية التي سبقتها هناك نوعين من المضاعة لاقينها وواجهناها الناحية الأولى هي ضعف إيمان وثقة المقاتلين مقاتلية ورهابي داعش بنفسهم نتيجة عمليات الهروب المختلفة لقادتهم والضربات القاسية التي كانت يلقونها سواء من قواتنا أو من الضربات الجوية والمدفعية لقوات التحالف والقوات العراقية من الناحية الأخرى أعتقد وبشكل أساسي المقاتلين الأجانب الموجودين مع داعش هم الذين يبدون أكبر قدر من المقاومة نتيجة خسارتهم لكل شيء أعتقد ونتيجة محاصرتهم في المناطق التي قمنا بسيطرة عليها هذا الأمر أعتقد دعفهم لزيادة عدد العمليات الانتحارية سواء كانت أكبردية أو من خلال السيارات المفخخة وهذا رأيناه خلال المراحل الأخيرة سواء من حمد الرقة أو حتى المراحل المختلفة لحمد عصب دي الجزيرة شكرا لك من عين عيسى كينو كبريل الناطق الرسمي لقوات سوريا ديمقراطية قال وزير الخارجية السعودي عادل جبير أن القضية الفلسطينية من أهم القضايا بالنسبة للسعودية وأكد الجبير في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء خارجية العرب تأييد الجهود الرامية لدعم الأونروا ورفض المساس بوضع القدس التاريخي كما أكد استمرار السعودية في اتخاذ جميع الخطوات لحماية المدنيين في اليمن مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثي لم تستجب لدعوات المجتمع الدولي للانخراط في العملية السياسية وآخرها في جونيب عقد مجلس الأمن الدولي جلسة للاطلاع على ما توصلت إليه القمة التي عقدت بين روسيا وإيران وتركيا في طهران الجمعة حول محافظة إدلب السورية هذا وناشد عدد من المندوبين المجتمع الدولي للتحرك ومنع وقوع كارثة إنسانية في إدلب انتهت النتائج الأولية للانتخابات النيابية في السويد إلى صورة ضبابية قد تتحول معضلة سياسية يمكن أن تؤخر تشكيل الحكومة بعد تحقيق اليمين المتطرف مكاسب فشل تحالف يسار الوسط الذي يضم أحزاب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء ستيفن لوفن والبيئة واليسار في الحصول على غالبية تكفي لتشكيل اتلاف حكومي فيما عزز حزب ديمقراطي السويد اليمني المتطرف مكانته بوصفه ثالث أبرز حزب أمرت قاضية انتحادية في واشنطن أمس بإلزام إيران بدفع مبلغ 104 ملايين و700 ألف دولار لضحايا هجوم بشاحنة ملغومة يعود إلى يونيو حزيران عام 1996 في الظهران بالسعودية أسفر عن قتل 19 جنديا أمريكيا وأصدرت القاضية حكما على إيران والحرس الثوري الذين لم يدافع عن المزاعم بشأن دورهما في الهجوم أعلن وزير الصحة الجديد في زنبابوي حالة الطوارئ في العاصمة هراري لتفشي وباء الكوليرا بعد ارتفاع عدد الوفيات إلى 20 إضافة إلى إصابة أكثر من 2000 شخص بعد شرب مياه ملوثة هذا ويحاول مجلس مدينة هراري توصيل المياه إلى بعض الضواحي من أكثر من عشرة أعوام مضطر السكان الاعتماد على المياه من الأبار المفتوحة والثقوب في الأرض ذكرت صحيفة بلومبرغ أن شركة أبل قد تؤجل إطلاق أحد هواتفها الثلاثة المرتقب الإعلان عنها غدا وبحسب الصحيفة فإن نسخة الهاتف الأرخص ذات شاشة 6.1 بوصة ستحمل اسم آيفون XR وسيتأخر طرحها في الأسواق بسبب نقص في توريد شاشات LCD ما أدى إلى تأجيل أبل للهاتف العائلة الليبية المالكة ترمم القنصلية الأمريكية السابقة في بنغازي بمليون ونصف المليون دولار التفاصيل بعد الفصل أهلا بكم من جديد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيعمل على استقرار الولايات المتحدة الأمريكية وحمايتها ضد أي عدوان كالذي حدث في 11 سبتمبر أيلول وأضاف ترمب خلال كلمته في ذكر هجمات 11 سبتمبر أن كافة الشعب الأمريكي تعاطف مع ضحايا الهجوم الإرهابي ويشاطرونهم الأحزان قائلا دموعكم لن تذرفوها لوحدكم بل إن الأمة كلها تشارككم في ذلك احتشد آلاف الأشخاص اليوم في محيط مركز التجارة العالمي في نيويورك لإحياء الذكرى السنوية السابع عشر لهجمات 11 سبتمبر عام 2001 خيمت مشاعر الحزن على مدينة نيويورك في احتفال مؤثر حضرته عائلات الضحايا عبر قراءة أسماء حوالى ثلاثة آلاف شخص لقوا حتفهم في هجمات ذلك اليوم إذن يصادف اليوم الذكرى السابع عشر لهجمات 11 سبتمبر والتي صدمت العالم وغيرت مجرى الأحداث كيف كانت مجرياتها وما مدى خسائرها المادية والبشرية مع ديماناج قبل 17 عاما شهدت الولايات المتحدة الأمريكية هجمات إرهابية نفذها 19 شخصا على سلة بتنظيم القاعدة بواسطة طائرات مدنية مختطفة صور رعب لا تزال راسخة في الذاكرة الكل يتذكر البرجين التوأم وقد التهمتهما النيران في حين سادت حالة هلع وصدمة في أرجاء العالم كانت الهجمة الأولى في حوالي الساعة الثامنة صباحا وستة وأربعين دقيقة بتوقيت نيويورك حين اصطدمت إحدى الطائرات المختطفة بالبرج الشمالي من مركز التجارة العالمي في نيويورك تلتها هجمة ثانية تم تنفيذها بعد حوالي ربع ساعة من الأولى أي في الساعة التاسعة صباحا وثلاث دقائق عندما اصطدمت طائرة أخرى بمبنى البرج الجنوبي من المركز جاءت الهجمة الثالثة بعدما يزيد على نصف الساعة حين اصطدمت طائرة ثالثة بمبنى البنتاجون في واشنطن وكان من المفترض أن تصطدمت طائرة الرابعة بالبيت الأبيض لكنها تحطمت قبل وصولها إلى الهدف وسقطت في حقل بولاية بنسلفانيا خلفت هذه الهجمات أكبر خسائر في الأرواح تعرضت لها الولايات المتحدة على أرضها فقد قضى جراءها ألفان وتسعمائة وثلاث وسبعون ضحية وأربعة وعشرون مفقودا بالإضافة إلى ألاف الجرح والمصابين بأمراض جراء استنشاق دخان الحرائق والأبخرة السامة فيما قدرت الخسائر الاقتصادية في الأسابيع الأولى التي تلت الهجمات من نحو مائة وثلاثة وعشرين مليار دولار وقدرت الخسائر الناجمة عن الأضرار التي لحقت بمركز التجارة العالمي والأبنية المحيطة به إلى جانب مرافق متر الأنفاق بحوالي ستين مليار دولار استغرقت عملية إطفاء الحريق الناجم عن الهجمات مائة يوم فيما بلغ الحطام الذي تم تنظيفه من منطقة مركز التجارة العالمي مليون وثمانمائة ألف طن تطلبت إزالته ثلاثة ملايين ومائة ألف ساعة من العمل واختتمت تلك الجهود في مايو من عام 2002 أي بعد ثمانية أشهر وتسعة عشر يوما على الاعتداءات أدت الهجمات إلى حدوث تغييرات كبيرة في السياسة الأمريكية والتي بدأت مع إعلانها الحرب على الإرهاب وإنشاء الحكومة الأمريكية لوزارة الأمن الداخلي التي أوكل إليها عدد كبير من المهمات الأمنية ومن ضمنها اتخاذ إجراءات احترازية لمنع وقوع هجمات إرهابية قدمت صحيفة تاليغراف البريطانية بعض الحقائق المروعة عن تفجيرات 11 سبتمبر-أيلول والتي قلبت موازين أمريكا والعالم نتابع أهم ما ورد في تقرير الصحيفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بعد ست سنوات على الهجوم على سفارة الأمريكية السابقة في بنغازي الليبية وحرقها بالكامل تكفلت العائلة المالكة بإعادة ترميمها بمبلغ مليون ونصف المليون دولار وهي تطالب اليوم بتعويض مالي من الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة بنغازي يعتبر هذا المبنى أشهر من نار على علم لماذا؟ لأنها الفيلا التي كانت تستخدمها الولايات المتحدة كخنصرية لها في بنغازي وقد تم اقتحامها في 11 سبتمبر من العام 2012 من قبل مجموعة متطرفة توفي أسفير الأمريكي نتيجة هذا الاقتحام بعد ست سنوات أعاد أصحاب الفيلا بنائها من الخارج والداخل يقودني محمد وصفي الدين البشيري داخل منزلهم فإذا السفير دخل من هنا؟ دخلوا هنا سكروا ببرة سكروا ببرة طبعا دخلوا على؟ لما دخلوا كان دخان عالي يعني طبق الحريقة الدخان الأسود كانوا طبق عالي درجة أن عفصوا عليه لا تروني الأحداث التي وقعت هنا قبل ست سنوات كانت مخيفة للغاية وبالإضافة للخسائر البشرية كانت هناك خسائر مادية أصحاب الفيلا يقولون إنه لم يتم تعويضهم ماليا عن الخسائر المالية الضخمة التي تكبدوها نتيجة حرق المبنى صار الحرق ومعطلناهم مسلموناش البيت أصلا بعد أربع شهور يعني محجي يستلم أي شيء من هنا وما تلمسوش أي شيء بعد أربع شهور سلمونا البيت وعملنا الصيانة طبعا تكلفة الصيانة اللي هو نحنا صيناها بالظبط بالأثاث اللي كان موجود مليون نص دولار اللي هو بالسعر الصابق اللي كان موجود كان فيه أربع شهور يجرم مش مدفوعات يستعيد محمد تفاصيل ذلك اليوم الدامي وكيف قل عدد الحراس المكلفين بحماية القنصلية فجأة التصلبية قريبة هنا موجود كان من ضم للكاتبة 17 براير فاكتاب فقال لي فيه حركة غريبة حولين الفيلا فيه سيارات تبعى بعالم أنصار الشريعة متوجدين جنب البيت لكن قال لي ما فيه حركة غريبة لعنته يعني ما فيه مدرش أي ري أكشن لأي حركة مثلا كأنهم مثلا هم مفروض 20 بوديغارد قل عددهم في منتقى من 3 إلى 4 أيام قبل الهجوم الـ 6 أو 7 وـ 7 فحاجة غريبة هذه تحط عليها علامة استفهام كيف يعني عدد البوديغارد يقل فجأة بالعدد هذا تكلفت هذه الأسرة الليبية أكثر من مليون ونصف المليون دولار لإعادة تصليح هذا المبنى وهي تطالب اليوم بالحصول على هذا المبلغ من الولايات المتحدة الأمريكية تقول الأسرة أنه منذ حدوث الهجوم لم يتواصل معهم الأمريكيون لمناقشة تعويضهم عن الأضرار لا يوجد أي رد لا يوجد أي رد تفعل مثلا نحن نسلمهم من البيت وما طلبوا مكان إيجار نسلمهم من البيت كبير لذلك يجدوا فيه بفرحتهم لكن بعدين نسلمهم لنا ما تدمروا خارب يعني أكيد أن كل أي شخص بيحصلوا للموقف هذا بيكون حزين الجرائم التي ارتكبت في هذا المكان والأضرار التي لحقت بالمبنى قامت بها جماعة أنصار الشريعة المرتبطة بالقاعدة وقد هزمت هذه الجماعة وتم طردها من بنغازي من قبل الجيش وكانت العائلة قد رفعت دعوان في محكمة بنغازي في العام 2012 ولكن تم إيقاف القضية مؤقتا بسبب الحرب في البلاد أما الآن وقد انتهت الحرب في شرق ليبيا تريد الأسرة إعادة فتح خضيتها للحصول على تعويض مالي جينان موسى أخبار الآن من مدينة بنغازي ليبيا فاصل قصير أخير نعود بعده لنتابع آثار بعلبك مصدر إلهام لتشكيليين من أنحاء العالم أهلا بكم من جديد شاهدت مدينة هامبرغ شمالي ألمانيا تظاهرة فريدة من نوعها نظمها عشرات الأطفال احتجاجا على انشغال آبائهم عنهم بالهواتف المحمولة المزيد عن هذه تظاهرة الاحتجاجية للأطفال في هذا التقرير هم كذلك لهم كلمتهم يستطيعون أن يقولوا لا إذا ما شعروا بالخطر أو بالإهمال وقد يكون صوتهم أعلى من مجرد صراخ أو بكاء وقد يتطور الحال عندهم وينطفضون نحن هنا صوتنا عال لأنكم تنظرون في هواتفكم النقالة هذا ما صرخ به مجموعة من أطفال ألمانيا في وقعة فريدة من نوعها تظاهر عدد كبير من الأطفال في مدينة هامبرغ شمال ألمانيا احتجاجا على انشغال آبائهم عنهم بسبب الهواتف النقالة وحملت المظاهرة شعار العبا معي وليس بهواتفكم الذكية يرغب المتظاهرون في إرسال رسالة إلى آبائهم عن طريق المظاهرة الاحتجاجية لحاثهم على الاهتمام بأطفالهم وأن لا ينشغلوا بهواتفهم وفي سياق متصل بالموضوع أظهرت دراسة علمية حديثة تراجعا ملحوظا في مقدار الوقت الذي يخصصه المواطنون الألمان للآخرين وذلك بسبب انشغالهم الكبير بهواتفهم الذكية وأكد باحثون أمريكيون أن الأطفال الذين يتم تجاهلهم من طرف الآباء يشعرون بالإحباط أو يظهر لديهم إفراط في الحركة والنشاط أو الإصابة بنوبات من الغضب ويعتقد الباحثون أن بعض الجوانب في التكنولوجيا الرقمية تكون مغرية بشكل خاص للآباء الذين لديهم صعوبات ذاتية في التنظيم أو الآباء الذين ليسوا راضين عن الحياة الاجتماعية داخل عائلاتهم ولهذا السبب يصرف كثير من الآباء النظر عن أبنائهم لما يطلب الأبناء الكثير من الاهتمام بهم وبناء على ذلك يكون اللجوء إلى التكنولوجيا الحديثة بمثابة تهرب من طلبات الأطفال واحتياجاتهم العاطفية يتفق الخبراء على أن نتائج الدراسة الأمريكية تتماشى مع ما تم التواصل إليه في ألمانيا أيضا فليس من المستغرب أن تزيد المشاكل بين الوالدين والأطفال عندما يقل التواصل الشخصي والمباشر بينهم ولا يتم الحديث عن المشاكل المطروحة لكن الخبراء لا يطالبون بالتخلي الكامل عن استعمال الهواتف الذكية داخل البيت غير أنهم يؤكدون بأن الحوار المباشر مع الطفل يجب أن يكون محوريا كثيرا ما تلاحظ بعض الأمهات وجود تغيير في لون البول لدى الطفل وهو ما يعد مؤشرا لمشكلة المرضية يعانيها الطفل تفاصيل أوفى مع عبير عبدالله المختصة في المنف الصحي بغرفة أخبار الآن العبارة المشهورة جدا المعروفة عند معظم الناس وعند معظم ما قالوها معظم العلماء أن البول في جسم الإنسان هو المرآة التي تعكس ما يحدث في داخل جسم الإنسان من مشاكل إذا كان من مرض إذا كان من نقص إذا كان من أي شيء البول في مجرد النظر إلى البول ممكن الطبيب المعالج يقدر يتطلع ويخبر وياخد فكرة كبيرة عن ماذا يدور داخل جسم الإنسان ونقدر أمثلة واضحة عن كل تغيير في شكل البول أو في لون البول أو في رائحة البول وما علاقتها بالأمراض الممكن تاخد حيز في داخل جسم الإنسان دكتور لو الأم لاحظت أنه في تغير في لون البول عند الطفل ماذا ممكن أن هي تستدل على لون البول وكيف ممكن أن هي تروح للطبيب وتشرح الحالة وما هو العلاج المناسب لكل لون من حالات لون البول في بعض الأحيان الأم بشكوة تيجي الأم فيها بتقوله دكتور أنا ملاحظة أنه في خلال الثلاث أربعة أيام الماضية كان البول مليان رغاوي البول البيبي أو الطفل بيبول بشوف كل المرحاض كله رغاوي فهل هاي إلها معنى طبي هل في إليها تفسير طبعا وأي تفسير فقبر الأم عظيمة أنها لاحظت هيك تغيير في البول لأنه وجود الرغاوي في البول عند الطفل معناها واحد من اثنين يا إما طبيعي جدا أنه الطفل كان مخلي البول لفترة طويلة في قلب المثانة وما بال فبتلا ما يجي بول بيطلع شوي ترغاوي لتخزين البول في المثانة والشيء اللي نحن نستفيد منه كأطباء وهي المرآن اللي تعكست أنه في وجود بروتينات أو مادة الألبومين والبروتين الأساسي لجسم الإنسان وللنهوض أو النمو تبع جسم الإنسان للأسف أصبح يفرز بكمية كبيرة في البول في الخارج فهي من أحد العلامات الرئيسية اللي ممكن الطبيب يستفيد منها مجرد أنه الأم قالت أنه فيه رغاوي أو فيه فوم فيه فققيع في البول كثيرا لما البيبي بول شيء تاني بتيجي الأم بتقول البول عند ابني كتير مركز دكتور لأول مرة أشوفه التعبت لما شدت البول وكأنه كولا أو كأنه القهوة الطفل شرب قهوة والقهوة نزدت كلها مع البول طبعا هاي ملاحظة قيمة جدا وملاحظة بنفس الوقت لازم الطبيب يكون مساعد لإلها ولازم يتفاعل معها بسرعة وجود تغيير في لون البول إلى اللون القاكم جدا اللي يصل للون الكاكاو أو لون القهوة معناته حصل فيه جرح أو حصل فيه إصابة في الكلا العلوية في الجزء العلوي من الكلا اللي أدى إلى نزف بسيط في أنسجة الكلا اللي خل النزف يحصل ينتج عنه دم رحلة الدم اللي حصلت من الكلا لغاية ما وصلت للمثانا بحصل فيه تغييرات على البول وهو نازل فبيصل من اللون الأصفر أو اللون الطبيعي مع انخلاطه بالدم وطول الرحلة اللي أخدها لغاية ما وصلتها هتبتغير إلى اللون اللي بيبقى لون القهوة أو لون الكاكاو لو لون بيبقى غامق فهذه دلالة على أنه فيه إصابة وإصابة معتبرة في الكلا ولازم تدخل سريع تحت شمس لبنان ووسط الآثار العريقة وأطلال الحضرات السابقة في بعلبك أبدع فنانون من ثلاثة عشرة دولة عربية وأجنبية أعمالا نحتية ولوحات تشكيلية تنشكلت نواة أول سيمفوزيوم دولي للنحت والرسم تحتضنه المدينة دائما للمزيد يمكنكم متابعتنا على موقعنا الألكتروني تواصل معنا عبر فيسبوك وتويتر ومتابعت بصنا المباشر في الموقع ذاته وأنا أشكركم دائما من استيديوهاتنا في دوباي على المتابعة